نصر المصر مصر بطلة كأس العالم لناشئين لكرة اليد في مقدونيا فعلا موليد الفين شرفونا وشرفوا مصر وشرفوا كل العالم بارح وفعلا كانوا عملوا مقابلات أو عملوا مبارات مهمة جدا ومتشارات قوية جدا 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 منتخب الفين مش وليد الصدفة لأن فيه أربع لعبين أو خمس لعبين كانوا بلعبوا مع منتخب موليد برضو 98 في بطولة العالم اللي قيمت قابليها على طول في أسبانيا وفازوا بالمركز الثالث بكده فيه لعيبة واخدة برونزية كأس العالم في موليد 98 ومديلية دهبية في بطولة العالم موليد الفين بنبارك لمصر وبنبارك لكل الناس وفعلا فرحة كبيرة جدا 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 الناس فرحانة كانت محتاجة تفرح بفريق صغير فريق شاب جوه مصر زي موليد الفين كده اللي قدر يرسم البهجة بيلعب مع ألمانيا في الفاينال وأكنه هو أقوى وفعلا نحن أقوى فريق في العالم وبالدليل القاطع عندنا ثلاث لعبين داخل منتخب العالم أحسن عيب في العالم من عندنا من مصر أحمد هشام السيد ابن كابتننا الكبير كابتن هشام السيد رحمة الله عليه حارس مرمى مصر ونادي الطيران وفعلا ابن الوز عوام وفعلا أمتعنا كتير جدا 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 كل السوشيال ميديا وكل الجرائد العالمية والمصرية بتتكلم على الحدث ده وعندنا طبعا الجون العظيم الرهيب الكبير جدا جدا عبد الرحمن حميد اللي قدر في وقت ملوقات بجد فعلا كان الاسكور كان عام الـ 24 و 21 وصد كرة مهمة جدا 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 في وقت مهم جدا 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 ونجمنا التالت الكبير وكلهم نجوم مش هننساهم واحد واحد وهنقولهم كلهم حسن وليد لعب نادي الشمس وبرضه ده أحسن لعيب في العالم أو أحسن باكليفت في أحسن سبع لعيبة في العالم لازم نقول قائمة شرف منتخب مصر الموجودين أو الحق أو الإنجاز الكبير اللي كل الناس هنتوا أكيد تهنئة الرئيس السيسي بهذه البطولة كانت تهنئة غالية جدا 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 على كل الرياضيين وخاصة أسرة كرة اليد من باركت مرة تانية أسرة كرة اليد جميعا لأن فعلا أسرة كرة اليد أبطال من زمان من 93 أيام كابتن جمال شمس رحمة الله عليه وكان رئيس الاتحاد دكتور حسن مصطفى وأحرزنا مديليا زهبية لموليد ساعتها 72 جوار نبيل أشرف عواض وحمود حسين وشريف مؤمن وقال عبد العاطي والروبي والنقيب وكل ومحي صلاح وكل الناس دي فعلا أمتعونا في مصر في ملحمة كبيرة جدا لكن اختلاف الفارق واختلاف التوقيت وبعد سنة دي بيجي فرقة موليد 2000 بيكسبوا كاس العلم للناشئين بعد سبع مشاركات كان أحسن مركز لنا برضو كان مع كابتن مجدي أبو المجد المركز الخامس فيه عشرين حداشر مجد أبو المجد تاريخ كبير لازم نبريكله ولازم نقوله ألف من يوم مبروك هو المدرب أو اللاعب الوحيد في مصر أو الشخص الوحيد في مصر لحقق ثلاث مديليات أهم ثلاث مديليات في تاريخ كرة ريادر مصرية حقق ثلاثة وتسعين كلاعب مع كابتن جمال شمس ومنتخب مصر الزهبية لكاس العلم للشباب في مصر وهي مديليا أولمبية في الشباب في سرغافورة في عشرين عشر مكان وقف مدرب عام مع الماني لومل وفي عشرين تسعتاشر بيحقق كمدير فني مديليا ليه كمان ومديليا مهمة جدا جدا لمصر قال لو أخدتوا الأهرامات مش هتاخدوا مننا كاس العلم كتصريح مهم جدا جدا لكابتن مجدي أبو المجد